اسم الدرس التبادل الغازي في مستوى الرئتين المحور الهواء أطبق وأوظف ألف أكمل بما يناسب توجد بالرئتين يتم في مستواها التبادل الغازي يدخل هواء الشهيق إلى الرئتين محملا بي ويخرج منهما محملا بي الإجابة توجد بالرئتين الحويصلات الرئوية يتم في مستواها التبادل الغازي يدخل هواء الشهيق إلى الرئتين محملا بالأكسجين ويخرج منهما محملا بثاني أكسيد الكاربون وبخار الماء باء أجيب عن الأسئلة التالية أولاً لماذا يكون الدم أحمر قان عند خروجه من الرئتين؟ الإجابة يكون الدم أحمر قان عند خروجه من الرئتين إلى الجسم لأنه غني بالأكسجين ثانياً ثانياً لماذا يكون الدم قاطم اللون عند عودته من أعضاء الجسم إلى الرئتين؟ الإجابة يكون الدم قاطم اللون عند عودته من أعضاء الجسم إلى الرئتين لأنه غني بثاني أكسيد الكاربون ثالثاً ما هي وظيفة الرئتين؟ الإجابة تتمثل مهمة الرئتين في التبادل الغازي بين الجسم والمحيط إذ تستقبل الهواء الغني بالأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكاربون معجمي في العلوم هذه مجموعة من القصصات قدمها أحمد لأخته وطلب منها إكمال المربكة التالية أساعدها على إنجاز المطلوب بعد تصوير نسخة من القصصات والمربكة مربكة تمثل التبادل الغازي بين الجسم والمحيط والذي تؤمنه الرئتان الإجابة تستقبل الرئتان الدم القاطم من الجسم والمحمل بثاني أكسيد الكاربون وتمده بالأكسجين فيعود إلى أعضاء الجسم أحمر قان وبذلك يتخلص الدم من هذا الغاز السام يتم هذا التبادل الغازي بين الجسم والمحيط الخارجي في مستوى الحويصلات الرئوية أضيف إلى معلوماتي المحافظة على الجهاز التنفسي للمحافظة على الجهاز التنفسي لا أتعرض للتيارات الهوائية أو التغير المفاجئ لدرجة الحرارة البقاء في مكان مكيف ثم الخروج منه فجأة إلى الحرارة الخارجية لا أجالس المدخنين لأن دخان التبغ يحتوي مركبات سامة أهمها النيكوتين الذي يشل حركة الأهداب التي تبطن القصب الهوائية أمارس الرياضة لأن التمارين الرياضية المعتدلة تقوّل عضلات التنفسية أتنفس بأنفي لأن أغشية الأنف تدفئ الهواء وتنقيه من الغبار ترجمة نانسي قنقر